اشتركوا في القناة قرب طارق ومروان لا إراضيا من همت فاندفعت شيرين من وراهم وهي بتقول بقلق مين ده وفيه ايه بيحصل هنا شيرين ادخلي على جوة فيه ايه يا طارق ما تقول لنا ايه اللي بيحصل قرب منها خطوتين وقال بنبرة عميقة انا هارون ناجي الوزان للوهلة الاولى كانت مش مستوعبة لما سمعته ولكن بعد كده استوعبت الجملة فحست بنعزلها عن الواقع لسواني قبل ما يمر لشريط ذكرياتها الاسود قدام عينيها فقالت بنبرة هادية ازهلت الجميع هارون ناجي الوزان ياه هو ناجي كان عنده ابن وانا معرفش ويطرى بقى انت ابن مين فيهم معلش اصله كان بيخني مع كتير قسيت ملامحه اكتر وسودت نظراته فقالت بس انت ملكش زنب انت برضو خبناتي انت ابن فاطمة ولا نرجس ولا هناء انا عرفهم كلهم اعرفهم واحدة واحدة حفظاهم فقال بنبرة جفة متحجرة للأسف انا مش ابن ولا واحدة فيهم انا ابن الست الوحيدة اللي ما تمنيتش اكون ابنها هاروني بقى ابن كنتي وناجي يا عمتي لا ما اسميش ابنها اسمي كبش الفدى الكربان اللي قدمته هم تهنم الوزان للشيطان علشان تفضل عيشة في مملكتها للأبد معلش يا سالم بيه انا بحب اكون دقيق في كلامي قلت اللي جيت عشانه بعد كده انت اللي هتسمع يسمع ايه هو في ايه ايه اللي انا بسمعه ده اللي انا بسمعه ده حقيقي انتو سكتين ليه هو انتو مش وراكم اللحنة كل شوية حد ييجي تسلي علينا هنفضل نتقذي لحد امتى بسببه ارحمونا بقى اتدخل مروان يحاول يهديها وقال ايه دي يا سامة عشان تعرفي الحقيقة كلها حقيقة ايه يا مروان والتفتت له هارون وقالت له انت يا ابني بتقول ايه ام مين وكربان ايه انا مش فاهمة حاجة معلش انا ستة كبيرة ويمكن عقلي ما بقاش يشتغل زي الاول احكي لي الراجل ده عمل فيك ايه ما هو اصله قزينة كلنا مش انت الوحدك اللي سمعتيه وبتحاول تنكريه بينك وبين نفسك عشان تفلتي من زنبك او يمكن عشان تحاول تنقذ صورتك البشعة قدامهم سالم بالاكمة قوية في وشه وقال له كنت عايز اكرمك يا ابن عمتي بس الظاهر انك لازم لك رباية من اول وجديد سالم الوحد ده يتربط جنب الخيل زي وزيهم لحد ما نظفه من جينات ناجي وبعدها نبقى نعمله احتفال يليق بيه وبينا ما تقلقش يا سالم يا وزان اللي يليق بيكو ده عندي انا وقرأي بقوي هعرفكو كلكم اقامكم مش هارون مع طارق اللي كان مكتفه فقال سالم لفرح خد الضفة يا فرح ووديها على قضة لقبيها وتتعامل احسن معاملة ما هي برضو تخصينا فجأة صمر الجميع لما لقيه اللي وقعت على الارض غيبة عن الوعي لحقها مروان وسرخ وقال عمتي بعد مرور نص ساعة جه الدكتور وكشف عليها وقال ان عندها صدمة عصبية وكتب لها دواء وامر بعدم تعرضها لأي ضغط عصبي ممكن افهم ايه اللي بيحصل ده يعني ايه ده اخونا ويعني ايه ضحية انا مش فهم حاجة خالص قبل اي حاجة لازم تهدي ماينفاش تنهاري بالشكل ده مش هتحمل ادخل سالم بنبرة جمدة وقال هارون يبقى اخوكو شققكو ازاي ده تقريبا اللي يشوفه يقول اكبر مني ايه دي عشان تسمعه وتقدر تفهمي من فترة طويلة واحنا حطينه تحت المرأبة لحد ما قدرنا نعرف ان في حاجة مهمة مخبيها في اسره في المانيا والحاجة دي كنا فاكرينها بنته الغير شرعية من ستة اجنبية اندفعت امينة وقالت يا ساتر يا رب اعوذ بالله بقى كمان له بنت غير شرعية ده اللي كنا مفكرينه لحد ما عرفنا بوجود هارون اندفعت فرح وقالت كانوا مفكرين ان البنت اللي جات معا دي هي بنته اللي مخبيها لكن طلع داتا مويه عامله وابنه فعلا هو هارون وبصت لسالم وقالت له طب انتوا لسه عارفين موضوع بنته ده من كم شهر لما لاحظتوا تحركاته المبهمة معنى كده انه ما كانش عايش معا قبل كده اندفع مروان وقال باعجاب تصدقي صح احنا فعلا ملاحظناش اي حركة غير طبيعية في تصرفاته غير من وقت قريب زي ما يكون قصد يعرفنا انه مخب بسر ادخل سالم مواجه كلامه للشرين وقال تعرفي حاجة عن القصر بتاعه اللي هناك بما انك كنت يعيش هناك سكتتلي ثواني تحاول الرجوع بالذاكرة اللي بعيد وقالت بضيع ما عرفش حاجة عنه قوي ما كانش بيحكيلي غير اللي عايزني اعرفه لكن كان له دايما تحركات غمضة انا ما عرفهاش وما كانش سامح لاسأله بعد ولادة سمع امتي حملته وولدت بنت وقالوا انها ميتة البنت دي تبقى هارون طبقا للتقارير اللي وصلت لنا والتحليل اللي عملناها هو فعلا اخوكم وده كل اللي نعرفه لحد دلوقتي همت خرجت من غرفتها وقالت بندفاع يعني ده ابني ده فعلا مدناية اندفعوا البنات وحوتوها بحب وتعاطف وسلم قرب وقال لها بلهجة حنونة ايه يا همت يا وزان فين الجبروت والكوة اللي كنت معروفة بيهم طلع عندك ابني بعد السنين دي كلها مفروض تفرحي واجع قلبك كده لي مش كفاية حرقتك السنين اللي فاتت دي كلها بتكملي على الباقي منك ما بقاش باقي مني حاجة يا سالم قلبي قايد نار وكأن حد خب فيه جمرة لا قدر طفيها ولا قدر محيها بقى كل السنين دي وانا عايشة بكسرتي وقهرة قلبي وهو في ايده المياه اللي اتطفي ناري وحيشها عني هانا عليه حصرة قلبي يوم ما جابهولي حتة لحمة حمرة وحطوها في ايدي وقالولي بنتك ماتت ده انا كنت ببكي من قلبي قبل عناية طب ليه طب ما انا مش بور طب ما انا مش نقصد زي ما كان مصور لي دايما ليه عمل فيه كده ده وصلني لمرحلة اني اخافة بص لولاد اخويا لحسدهم خد نايا مني وحرق قلبي عليه وحرق قلبه بكسبه وافتراه عليها طب انا عملت فيه ايه رفعت راسها الامينة وقالت بنبرة قلم امينة انتي كنتي شاهدة على كل حاجة انا كنت وحشة انا قزيته انا ما حبيتش غيره في حياتي العب مش فيكي هو اللي حقير وكان عايز ياخد كل حاجة وينتقم مننا عشان كنا مرايا الفشله يا حصرة قلبي على شبابي اللي ضاع وبناتي اللي ادسوا بالرجلين وابني اللي تيتم وانا على وش الدنيا حقك دين فرقابتي يا عمتي ورحمة ابويا ما هسيبه وهرجع لك ابنك تاني حضنك وهدواءه حرقة قلبك اضعاف بس ما تعمليش في نفسك كده عملت ايه يا عمار في اللي طلبته منك الرجل ده ملهوش في حاجة واصل من بيته لشغله ومن شغل لبيته لكن المرة الحية اللي عنديك دي هي اللي وراها الجرار كله ازاي؟ يعني جاعدة نهوساي بضرها وعيالها ليه الجران لما سألناهم جالوا ان شوكتها جوية عليه وان يوم العركة كان راجع من شغله وجاي بوكله حاجات كتير لولاده ده اللي هم جلوه ازاي هيكون ضربها وعمل كله ده فيها وليه؟ كنت واصلت من كده اول يوم جات فيه مرتحت لهاش ولا حسيت ان النجمة بتتطمن معاها بس المشكلة هنا اننا لازم نعرف ايه مصلحتها من ورا خدمة ناجي فلوس مثلا؟ لا انا جالبي حاسس ان في حاجة اكبر ومتوكد ان الرجل ده ما يعرفش باللي هي بتعمله وخصوص انها كانت جاية من عند اهلها جبل ما يجي بكم ساعة حاسس في انه في الموضوع هم اهلها دول من عندكم ولا منين لا دي من الغجر وكانت متجاوزة رجل تاني من العربوية وكانت عيشة في الجبيلة بتاعته جبل ما ينحبس اندفع صفوط بلافة وقال لحظة واحدة عيد اللي قلته كده تاني مين اللي من الغجر وعرب ايه اللي هي كانت متجاوزة منهم الولية دي كانت من الغجر اللي بيلفه في الموالد ولافت على حد من البدوة وتجاوزها وراحت تعيش معاه هناك في الجبيلة بتاعته بس الراجل جوزها دي كان له في تجارة المخدرات وتجبض عليه ومات في السجن معرفش ايه اللي رمها علينا وتجاوزت الجنين بعدها دخل سيلين من باب الغرفة وقال اهلا يا عمار ازايك اهلا يا وزان عاش من شافك يا راجل بجاك ديه تجل حد هناه وما تزورناش لا انت ولا جنة خلاص يا عمار ما انت عارف اللي فيها وبعدين احنا لسه هنا هجيب جنة ونيجي نشوف الحاجة عبد الحميد ونشوف حلو الجماعة كلهم يبقى الغد عندنا النهاردة وافق سليم بدون نقاش وتكلم وقال ايه يا سيادة اللوة فينك مش معنا ولا ايه اتكلم صفوات بشروت وقال لا انا معاكم صباح الخير كنتوا بتقولوا ايه يا رت تفضل تايه اجده كتير خلينا عرفش من نفسي شوية ابتسم سليم قبل ما يلتفت لصفوات وقال له انا هروح انا وجنة نتغدى مع الجماعة عشان على بليل هنسفر ان شاء الله ومستعجلين على ايه مش هتجعودوا معنا كم يوم الوضع مش مظبوط يا عمار ولازم نكون كلنا متواجدين ومصحصحين الفترة دي الله يكون في العون انا رجبت سدادة لو احتجتوني في اي وقتنا في ظهركم الراجل يا عمار وقد الناس كلها التفت لصفوات وقال طب هرمش احنا بقى ونتقابل بالليل تمام ماشي يا سليم مفيش مشكلة اتكلمت حالة بالدفاع وقالت بص بقى انت ليه حق تزعل ايوة لكن انا ليه حق ان احتفظ بشوية اسرار تخص عيلتي وخصوصا اني مش متطفلة ولا باجه اسألك عن حاجة تخص اهلك كده ولا لأ دي دي واحدة قريبتنا وحصلت لها حدثة فاحنا جبناها تعيش معانا عطف يعني اتكلم يا سين بسخرية وقال لما تحب تجذبي علي دوري على حجة مكنعة عشان انا مش عايل صغير قدامك وانتي او ما بتسأليش بس لو سألتي يا هجوبك يا مش هجوبك انما اضحك عليك واستغباكي ده اسمه ايه سميني تلخبط وانت بتستجوبني زي القطر ومعرفتش ارد عليك اقولك ايه مين ده اللي بيستجوبك زي القطر ده هو سؤال واحد مفيش غيره ايوة ماه انت كنت بتبصلي بعنيك اللي بتلخبطني دي وبتخليني مش عارفة انا بقول ايه بقى عناية بتلخبطك هزت راسها بوداعة فقال بلهجة شغف وبتخليك مش عارفة بتقولي ايه هزت راسها تاني بصمت غلطانون عايزين يتعلموا الادب مفروض بعد كده اغميهم عشان سيادتك تعرفي تستغفريني كويس لا اوعى تعمل كده حتى لو بيوتروني انا بحبهم قوي وخلاص سمحتهم هاعمل فيك ايه هاتلي بطيخ نفسي فيه برقة عيني وقلب اندهاش هو الحمل ليه قلب معاك بكل الممنوعات كده ممنوعات؟ الله تصدق فكرة؟ يا سين هو انت ليه ما بتشربش حشيش؟ ها؟ وقربت برقة وبسته وقالت كده انا صالحتك ادور عليك تصالحني وطبعا انت عرفت دلوقتي لنفسي في ايه وخلي بالك مش هقبل باي بديل مروان لامينة قال البنات فين؟ نايمين في حضن امهم يا حبيبي مش قادرين يسيبوها ربنا يسطر عليها وما يجرلهاش حاجة طول عمرها حملت اسية انا كنت ساعد بس قال نفسي هي ازاي قادرة تقف على رجليها بعد كل اللي شافته اهتار اللي جاي اشد واصعب كفاية بقى همت قوية وهتقدر تعذي كل حاجة وهتبقى زي الفل زي العفاريت والجن دي العفاريت والجن بيخافوا منها يا ستي جن ايه وعفاريت ايه مروان قصاد عمال الشيطان اللي كانت متجاوزا السراحة هي حظها اسود راجل ابن كلب وعيل ابن ستين كلب مفيش غير سمسمتي هي اللي في البيعة وملها شيرين ان شاء الله مش عاجبك ولا حاجة لا حلوة وبسمسم يا خوية ما هي كانت قرفة امنا برضو بسببه كل واحد من عياله يلفله لفة وياخد دوره واحنا نستلقى كل قفة انقح من التاني وما نقدرش نقول جاي حتى ما تهلفطش في الكلام شيرين ضحيته زيها وزي عميتي بالزبط شيرين قلبها طول عمره ابيض ومن جواها نظيفة هو انا قلتلك جربانة ما هي حلوة من بره ومن جوا بيت بيضة وانيها ملونة وشعرها اصفر اكيد قلبها اخضر شبه الخصايا يعني حدفه طريق بخددية في وشه فلا افهم روان وقلب امتنان الله يبارك لك والله كنت محتاجة عود وتجاعس كده عشان عرف افكر صح اتدخلت امينة بصخرية وقالت ويطرى فكرت في ايه يا اخويا بعد ما اتجعصت اتأكدت مليون في المية ان البغل اللي اسم هارون ده ابن عمتي ايش معنى غشيم زيها تصدق انك عاي الجزمة والله ما بهذر تحسيه قطر كده لما وقفه قدام بعض تحسيه ابنها هو بس اللي حلوه شوية لكن الملامح نظرة العين وحتى لما بتشفتر ببقها كده وهي بتهزقني شبهها بالزبط تصدق يا ودي يا مروان عندك حق ده شبهها فعلا وخدي دي مني الودة مش وحش بغض النظر عن البكابورت اللي طفح في وشنا من شوية بس الودة شارب المر كسات انا قلبي حاسس مش كان ناقصنا غير سي هارون ده كمان لا وشوف الرخامة اسمه هارون وانت الاسم يفرق معك قوي يعني ايوة مش هيبقى خل العيال وبعدين انا هنتظر ايه من واحد اسمه ناجي هيسمي هيسم مثلا الحمد لله اني جدي ما سبوش يسمي سمة كان زمانه سمها نازج كان زمان فضحتي بقت بجلاجل بطل يا دي انت يا بول سنين انا غلطاني اني قاعد معاكم هروح اشوف الكبير زمان فرح كالت ودانه وهي مدخنة من غير حاجة يا رب اروح الاقي بلعها وريحنا وصلت جنة مع سليم وعمار استقبلهم عبد الحميد بحفاوة وترحيب كبير يا اهلا بالغالية اتوحشتك يا بيت الغالي انت كمان وحشتني قوي يا جده نورتنا يا سليم نورك يا حاج عبد الحميد استقبلتهم حلب فرح ملهوش حدود وقالت سليم وحشتني قوي قوي مش مصدق اني شايفك بجد الله يكون في عنكم يا حبيبي مفيش اي تأثير انا بكلم ماما على طول وبتطمن عليكم شيل ايدك من على رقبة جزي لو سمحتي انا بغير حلحضنتها بكوة وهي بتقول بشوق لو ما كنتيش وحشاني ما كنتش سبت رئابته على فكرة واخدت محمود تبوسه بحب يا لو اجيب بيبي امر زيك كده ده انا مش هبطل اكل فيه ربنا يصر عليك يا محمود عمتك الحملي جاي معها بالاكل احتمال لو جاعد تكلك يا ابني لا ما انا قررت غير اهتماماتي همتك بقى معايا واه يعني ايه يا حالة هتغيري نشاطك هتكلي بني قدمين بعدك ده ولا ايه برحتك يا حالة لو يلزم الكتف يا سين خديه كله في دلبيبي اصيلا يا بنت عمي ادخل عبد الحميد وقال بفخر ولا يغلع عليك ولا على حفيدي اي حاجة يا حالة كتف كتف دوسي ولا يهمك انا في ظهرك عجبها دلع جدها الحالة وفرحته بحملها واللي اتحرمت منه في حملها الاول فاندفعت وقالت طب خلي بالك بقى عشان تبقى في ظهري انا كمان انا قطع فرحتها اندفع سليم اللي قطعها وقال بجمود انت الناس كلها في ظهرك يا حبيبتي وانا اولهم ولا ايه حسيت لوهلة بديق في صدرها خاصة لما قسيت ايده على ايديها بكوة وهزت راسها بصمت فسمعت صوت عبد الحميد المشجع زي مجلك سليم كلنا في ظهرك انت ومحمود بس شد حيلك يلا وخوي قال سليم بمروغة شوية كده يا حاج عبد الحميد يكون محمود شد حيله وهي كمان تسترد صحتها ان شاء الله طلعت جنة مع سليم الجنينة بعد الغداء فقالت له ممكن اعرف ليه مرضيتش تخلينا اقولهم اني حامل قال بنبرة حده عشان الحمل ده لازم ينزل